موجة غلاء غير مسبوقة في العراق تفاقم معاناة العراقيين لا سيما الفقراء منهم وما أكثرهم في بلد ينخره الفساد من جميع الاتجاهات الأسواق في العراق شهدت مؤخرا ارتفاعا واضحا في أسعار المواد الغذائية بعد تخفيض حكومة الكاظم الحالية قيمة الدينار أمام الدولار وخروج المواطنين للتسوق استعدادا لشهر رمضان ما زاد الطلبة على بعض المواد الأساسية وبالتالي ارتفاع أسعارها إلى نحو ثلاثة أضعاف الحكومة حاولت التنصل من مسؤولية ارتفاع أسعار السلع المحلية ملقية باللوم على التجار الذين وصفتهم بأصحاب النفوس الضعيفة والاستغلاليين إلا أن مسؤولين في غرفة تجارة بغداد أكدوا أن الحكومة هي المتسبب الرئيس لموجة الغلاء المتصاعدة موضحين أن تخفيض قيمة الدينار أثر بشكل سلبي على الأسعار سياسات الحكومة المالية والاقتصادية التي يجمع معظم المسؤولين والخبراء على كارثيتها جعلت من الحصول على مواد غذائية مثل الرز والسكر والدقيق والزيت الطعام أمرا صعب المنال على المواطنين بعد ارتفاع أسعارها إلى أكثر من 300% بحسب اللجنة المالية البرلمانية حيث باتت الحكومة عمليا غير مسيطرة على ضبط أسعار المواد الغذائية في السوق مظهر محمد صالح مستشار رئيس الحكومة قال إن المناكفات بين الكتل السياسية على مسألة تغيير سعر صرف الدولار ستؤثر في حركة العرض والطلب مضيفا أن التوقعات بشأن المستوى العام للأسعار سيتوقف عند نقطة مستقرة فيما لا يجد العراقيون دليلا على أرض الواقع لكلام مستشار الكاظمي محاولات إعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده لم تفلح هي الأخرى بل ساهمت في إرباك السوق بحسب مصادر برلمانية ويبقى الخاسر الأكبر من غلاء الأسعار وجشع التجار وسياسات الحكومة تجاه الأزمة هم المواطنون لا سواهم